اشتركوا في القناة اثنى عليهم حيث انه قال ان ابو عناني وايت نوري وشعيبي دخلوا بقوة رغم صعوبة المباراة ورغم الظروف التي كانت بها المباراة لكن هذا لا يمنع انهم ادوا مباراة قوية تعد بالكثير في المنتخب الوطني ومستقبله لكن جمال بالماضي واثناء حديثه عن المباراة وعن اللاعبين ومردودهم اثناء كثيرا عن اللاعب بغداد بنجاح وعدته قوية وقال ان المنافسة ستكون قوية جدا وتكلم عليه كثيرا بالرغم من ان ديلور كان هو الاساسي في تلك المباراة لكنه لم يتكلم وتحاشى الكلام عنه في هذه الندوة الصحفية وهذا ما اثر صلبا عن اللاعب ديلور وكثور الكلام حوله وحول استدعاه في المباراة القادمة خاصة وانه لم يكن فعالا اليوم في المباراة امام المنتخب النيجر لكن بعد ذلك كثور الكلام وكثورة الاقاويل عن بغداد بنجاح وعن عودته للمنتخب الوطني وهذا عن طريق اللاعب بليلي رقم عشرة الذي كانت هناك مؤامرة من طرفه حول صديقه وكلنا يعلم الصداقة الكامنة بين بغداد بنجاح وبليلي ان بليلي كان هو صاحب المؤامرة على ديلور والتي ظهرت جاليا بعد دخول بغداد بنجاح حيث ان بعد دخول بغداد بنجاح ومباشرة تم تسجيل الهدف الهدف كان من تسجيل بغداد بنجاح لكن بتمرير محكما من اللاعب بليلي اللاعب بليلي الذي اظهر مستوى مغاير تماما بعد دخول بغداد بنجاح وهذا ما اثار سلبا على سير المباراة في الشوط الاول لما كان ديلور هو صاحب الهجوم في المنتخب الوطني ولكن ديلور بعد خروجه ودخول بغداد بنجاح تغيرت التشكيل تماما وتغير اللاعب من طرف بليلي حيث اصبح يمر الكرة في الرأس وجد هامة للمنتخب الوطني اتت عن طريقها هدف لصالح المنتخب الوطني الجمهور الجزائري لديه الثقة التامة في المدرب الوطني جماب الماضي وانه فسوف يتعامل بذكاء مع قضية ديلور ومردوده السيء مع المنتخب الوطني خاصة اذا كانت هناك فعلا مؤامرة من طرف بليلي وبنجاح على ديلور لكن هذا لا يخدم المنتخب الوطني خاصة وان ديلور وبنجاح وبليلي محبوبين كثيرا لدى المنتخب الوطني ولدى الجمهور الجزائري نعود ونعرج على اللاعبين الشبان الجدود خاصين بالمنتخب الوطني اولا ريان اينت نوري جعلنا نتمتع بكورات قدم اوروبية في الجزائر وهذا ما كنا نطمح اليه خاصة وان اللاعب جد صغير وان لديه مستقبل كبير مع المنتخب الوطني وانه سوف يتطور اكثر فاكثر ان شاء الله وهذا صالح الجزائر وثانيا اللاعب بوعناني بدر الدين حيث انه دخل دقائق معدودة لكنه ابهر الجزائريين وابهر المنافس بامكانياته الرائعة الفردية والجماعية حيث كان صاحب التمرير الحاسمة التي جاء منها الهدف من طرف اللاعب محرز الذي اصبح الراعب رقم ثلاثة في المنتخب الوطني من حيث سلم التهديف حيث ان لديه 29 هدف نعود الى اللاعب بوعناني والذي اختار بلده الام الجزائر على حساب فرنسا رغم المستوى الذي تلعب به فرنسا لكنه اختار الجزائر اختيار القلب حيث صرح بذلك عدة مرات لكن الغريب في الامر والمفلح في الامر ان اللاعب قبل ايام او قبل شهر بالكمام والتمام قال انه قدوته في هذه الحياة او في لعب كرتق القدم اللاعب محرز وبعد شهر تماما سجل محرز عن طريق تمرير حاسبة من اللاعب بوعناني بحد ذاته وهذا امر جد رائع على تشكيلة المنتخب الجزائري وعلى مستقبلها ان شاء الله اما اللاعب الثالث فهو اللاعب شعيبي الذي دخل المباراة بقوة رغم دخوله في دقائق الاخيرة من المباراة لكنه ابان على مستوى جد رائع خاص بلاعب مباراة منتخب وطني امام منتخب نيجيري في تصفية جد مهمة اثبت انه لاعب جد مهم في تشكيلة المنتخب المطاري في قادم الايام حيث قام بعدة تزديدات رائعة على المرمى كاد ان يحرز اهداف منها وهذا ما افرح كثير بهذا الاداء من طرف اللاعب شعيبي اصبحنا لا نخاف على الجهة الخاصة ببليلي الذي اصبح مستواه في تطهور مستمر مع المنتخب الوطني وهذا ما يجعلنا نفكر في اشراك اللاعب شعيبي في بقية المباراة حتى يتأقلم اكثر مع التشكيل ويعطي اكثر للمنتخب الوطني ان شاء الله اما فيما يخص بقية اللاعبين حيث ان اللاعب داوي وكالعادة يتألغ مع ناديه في فرنسا ولكن مع الجزائر لا نرى مستوى كبير جدا اما اللاعب الناصر فمستواه المعهود نجده في كل مكان ويعطي الاضافة في كل المباراة اما اللاعب الطالب فقد اعطى اضافة كبيرة لوسط الميدان في المنتخب الوطني وافضل من اللاعب زروقي كثيرا وماندي ماندي اللاعب الذي اثار الكثير من الجدل حول اعتزاله بعد مباراة المنتخب الوطني في تصفية كأس العالم حيث عاد بعد ذلك بعد اقناع من بالماضي لكنه يقدم مستوى جيد مع المنتخب الوطني رغم انه لا يلعب كثيرا مع نديه اما اللاعب مهدي ليريس قام بدوره على اكمل وجه مع اللاعب محرز حيث كان هناك تناسق بينهم رغم انهم لم يلعبوا كثيرا مع بعض في المنتخب الوطني الحارس اللاعب رقم 23 الذي ارتدق ميس بولحي لكن لم يكن بمستوى بولحي ابدا حيث انه في خطأ منه بعد خروجه من مرمى والابتدعادي عنها ادى الى تسجيل هدف على المنتخب الوطني وما اثار غضب المدرب الوطني جماع بالماضي لكن في مستقبل الايام ان شاء الله نتمنى ان يصحح اخطاءه ويكون حارس عارين المنتخب الوطني عن جدارة مكان بولحي اما اللاعب اندي ديلور واللاعب الذي اثار الجدل كثيرا عن مستواه مع المنتخب الوطني والذي جعلنا هذا الفيديو مخصصا له لكن تكلمنا عن بقية اللاعبين نعود له ونقول ان اندي ديلور لم يكن فعالا مع المنتخب الوطني وهذا ما يهدد مكانته الاساسية واصلا استدعاءه في التربصات القادمة ان شاء الله مع المنتخب الوطني نتمنى ان يتدارك لاننا نحتاجه كثيرا ونحتاجه في بنيته الجسدية التي تكون قوية مع المنتخبات الافريقية وهذا ما نحتاجه لكن بفعالية في المرمى وهذا الذي ينقصه كثيرا رغم اعطائه الفرصة من طرف الناخب الوطني عديد المرات اخواني كان هذا الفيديو خاص بمباراة المنتخب الوطني مع الفريق النيجيري ذهبا بالجزائر نتمنى ان تحقق الجزائر نتائج جد مرضية في قادم المباريات حتى تعود الى سابق عهدها وتعود هي الاقوى في افريقيا كما كعودتنا في المباريات الماضية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته